لأنه في بعض الأخطاء أنا ما بادر أعمل لها ريكوفري وإذا صارت ممكن تدمر لي النتوورك كله ياتا مشا هيك أنا عملت DNS تاست لاب مش هقرب على الـ DNS اللي هو already ما عمله installation على هدول السورفرز اللي نحنا عملنا فيه وكنترول لـ frozen bug domain and other domains مشا ما يصير في عندي أي برابلم بالـ schema أو بالـ frozen bug company network مشا هيك عملت DNS تاست لاب هنزل الـ DNS كمان بكسب شغلة تانية أني أنا قدر أعمل practicing from zero موروفر هيدا اللاب اللي أنا عملت له installation اللي هو الـ DNS test lab إذا هلأ فوت عليه اللي هو عبارة عن Windows Server 2019 بقلب هيدا السورفر طبعا أنا هون بدي شوف كيف ينزل الـ DNS server تقدر نزل الـ DNS server يلي هيصير عندي هون أول شغلي بحاجة أني أعمله أني أتأكدني الـ computer name سمي أنا DNS test lab هو working group مش عمله joining على ولا أي دومين ولكن حاططه على نفس النتوورك اللي موجود علي السورفر ستبعوني ليش because I need to make some communication مع السورفر سمشوف كيفينا نحن نخلي الـ DNS تابعنا يعمل communication ولكن أي شيء نحن بنعمله على قلب هيدا السورفر ما عمنا أي مشكلة في شغل كتير مهمة يوجولي بعالم الـ networking نحن ما من نزل الـ DNS لحاله منفضل أنه ينزل مع الـ active directory يعني إذا كنا نحن لبلان تابعنا أنه ننزل الـ active directory ويولد الـ active directory هي تنزل الـ DNS لأنه ستعمل لي pre-configuration بطريقته الصحيحة ستكون the most secure one بشكل أنه أنا يمكن ما قدر أحصرها كليته مانيولي ولكن هلأ حنشوف نحن كيف ننزل الـ DNS server مانيولي أكيد حروح على الـ dashboard Add roles and features بكبوس عليها هيفتح لي الـ wizard هقل له maximize هأرجع له next طبعا أنا I need to install بعدين هأرجع له ناكست السورفر selection هو السورفر اللي موجود عندي أنا اللي هو الـ DNS testlab ناكست هأجي إختار من هون DNS server بمجرد ما كبست علي بيقلي بده شوية features بلو أكيد It's classic installation by the way برجع بقل له بعدين ناكست كمان برجع بقل له بعدين ناكست كمان هاقل له هون ناكست confirmation وأكيد إذا بدك restart هاقل له yes كمان هاقل له install ومن بعد ما كبست على الـ install بنت ارتي خلص الـ process and we will see what's going to happen in my PC طبعا من بعد ما خلص installation هاجي يقل له close من بعد ما صار موجود بقلب السورفر manager هلا إذا بطلع على tools وبنزل على الـ DNS بكبوس عليها هلاحظ أنه هيفتح لي الـ console تبعية الـ DNS server بمجرد ما فتحت حتبين عندي على الشكل التالي هيدا اسم الـ PC اللي أنا موجود فيه إذا بعمل كليك عليها هيفتح لي هيدول الـ directors الموجودين forward look up zones reverse look up zones trust points وconditional forwarders هلاحظ فوق يكون موجود عندي هون شي زيادة اسمه root hints والforwarders هنحكي عنهم كلياتهم بالتفصيل بالفيديويات القادمة ترجمة نانسي قنقر